أورام الثادي هي سرطان الثادي لازم الأول نشرح ليه هنهتم بأورام الثادي غير الحميدة لأنها للأسف شائعة هي تعتبر أكثر الأورام غير الحميدة انتشارا في السيدات نسبتها حوالي 18% يعني من كل 100 سيدة 18 هيجي لهم ورام غير حميد في الثادي ومن هنا تنبع الأهمية أن احنا نتخلم على أورام الثادي غير الحميدة الحاجة الثانية أنها تاني سبب يسبب الموت للسيدات بعد سرطان الرئة للسبابين دول أورام الثادي غير الحميدة من المهم جدا إحنا نتكلم عليها أورام الثادي غير الحميدة تحدث لسيدة من كل 12 سيدة في حياتها يعني نسبة حوالي 12% يبقى بنقول أن النسبة دي عالية جدا ولا عشان كده لابد نهتم بهذه الأورام أورام الثادي الحميدة دي لها عوامل خطورة يعني أي عوامل خطورة؟ يعني بعض السيدات بيبقى عندها عرضة أنها تحصل فيها هذه الأورام بنسبة أكبر من السيدات الأخرى لو احنا تعرفنا على عوامل الخطورة دي من الممكن أن احنا نتفادها ولا لا لأ لازم نشرح أن عوامل الخطورة نعين في عوامل يمكن تفاديها وعوامل للأسف لا يمكن تفاديها هنتكلم على العوامل التي لا يمكن تفاديها أول هذه العوامل الجنس للأسف السيدات أكثر عرضة أنهما يحصل لهم أورام الثادي غير الحميدة من الرجال يحدث الرجال يحدث ولكن بنسبة ضئيلة جدا مقارنة بالسيدات تاني حاجة السن كلما السيدة يكبر عمرها للأسف تبقى أكثر عرضة لأورام الثادي غير الحميدة النسبة بترتفع قوي فوق سنة خمسين سنة يبقى دي حاجة ما نقدرش نتحكم فيها الحاجة التانية اللي نقدرش نتحكم فيها اللي هي العوامل الوراثية وجد أن بعض الجينات اللي موجودة في الجسم قد تجعل هذه السيدة عرضة لأورام الثادي غير الحميدة أكتر من مثلاتها وهي مولودة بيها لا يمكن تغييرها للأسف يعني دي عوامل لا يمكن تغييرها العوامل الأخرى اللي هو التاريخ السابق للمرض يعني التاريخ السابق للمرض يعني لو سيدة أصيبت بورم غير حميد في ثادي بتبقى أكثر عرضة أن يحصل في ثادي تاني ورم خبيث أو تاريخ عائلي ونقصد بالتاريخ العائلي اتنين بالذات اللي هو يا الأم يا الأخت لكن الأفراد البعيدين اللي هي درجة الثالثة أو الرابعة دي ما لهاش تأثير على حدوث أورام الثادي فالسيدة التي والدتها وأختها أصيبت ورم غير حميد في ثادي أكثر عرضة للإصابة بأورام الثادي لبقى بنقول أن هذه الأشياء أشياء لا يمكن تجنبها لكن في المقابل في أشياء يمكن تجنبها تقلل النسبة اللي ممكن يحدث فيها أورام الثادي غير حميد في السيدات ايه هي دي؟ أول حاجة الحمل الست التي بتحمل بتبقى أقل عرضة أن يحصل فيها أورام الثادي غير الحميد تاني حاجة الرضاعة الطبيعية السيدة اللي بتعتمد على الرضاعة الطبيعية في تغيية أطفالها أقل عرضة أن يحصل لها أورام الثادي غير حميدة من السيدة التي تستخدم الرضاعة الصناعية أو شيء من هذا القبيل نمرة ثلاثة حبوب منع الحمل حبوب منع الحمل اللي بتزود بنسبة ضئيلة جدا نسبة الإصابة بأورام الثادي الحميدة لكن من المطمئن أن هي لو بطلت حبوب منع الحمل بعد فترة تعود إلى النسبة العادية زي أي إنسان آخر الحاجة الثانية اللي هي علاج الهرمونات بعض السيدات بعد سن الطمث بتستخدم بعض الهرمونات لتعديل الأعراض اللي بتشعر بها استخدام هذه الهرمونات يجب أن يكون بحذر وتحت إشراف طبي لأن استخدامها بطريقة غير سليمة قد يزيد النسبة من الإصابة بأورام الثادي غير الحميدة السمنة للأسف السيدات اللي هو وزنهم زيادة عن الطبيعي أكثر عرضة أنهما ممكن يحصل لهم أورام الثادي غير الحميدة يبقى الست اللي هي عندها سمنة ننصحها تخفض وزنها الست اللي هي مش متزوجة ننصحها تتزوج وتحمل الست اللي هي لا تفضل الرضاعة طبيعية نقول لها لو سمحتي رضعي طفلك بصورة طبيعية لأن ده يقلل نسبة الإصابة من أورام الثادي حاجة مهمة كمان الرياضة الرياضة وجد أن ممارسة الرياضة بصفة روتينية تقلل من نسبة الإصابة بأورام الثادي غير الحميدة يبقى فيها عوامل لا يمكن تغييرها وفي عوامل ما استطيع أن نتحكم فيها ولو بدرجة فإحنا نحاول أن نركز على عوامل الخطورة التي يمكن التحكم فيها عشان نقلل نسبة الإصابة بأورام الثادي طيب هنيجي للموضوع التاني اللي هو المهم إحنا حاولنا نقلل نفسة الخطورة ورغم ذلك للأسف السيدة برضو ممكن يحصل لها أورام الثادي غير الحميدة إيه اللي نقدر نعمله غير تعديل وسائل الخطورة؟ إحنا نقدر أن إحنا نكتشف الورم مبكر الورم أول ما بيحصل بيحصل في الثادي وبعد كده للأسف ممكن ينتشر عن طريق الأوعية اللمفوية أو عن طريق الأوعية الدموية ممكن يحصل لغدد اللي مفوية اللي في القبط أو يروح للكبد أو يروح للرئة أو يروح للعرض وساعتها علاجه وهيبقى أصعب ونتيجته أسوأ يبقى الحاجة اللي ممكن نعملها إيه؟ اللي هو الاكتشاف المبكر للمرض تاب إزاي أعمل اكتشاف مبكر للمرض؟ عندنا طريقين رئيستين أول طريقة اللي هو الفحص الذاتي للثادي إن السيدة بصفة منتظمة تبتد تفحص الثادي بتاعها على أقل مرة كل شهر بطريقة معينة من السهل أن نقولها للسيدة في مكتب تدقيف المرضى في المستشفى عندنا هنا الطريقة دي بتكتشف الأورام وهي صغيرة لما نكتشف الأورام وهي صغيرة بيبقى عليكها أسهل والنتيجة أفضل الحاجة الثانية اللي اسمها مامو جرام المامو جرام ده عبارة عن أشعة خاصة بالثادي الأشعة الخاصة دي إيه مزيتها؟ للأسف حتى الكشف عن الطبيب الكشف الدوري عند طبيب الجراحة أو طبيب النساء أو أي حايد من الناس دي لا يستطيع أن يكتشف كافة الأورام مبكرا ليه؟ لأن الفحص باليد بيبقى قادر على اكتشاف الأورام ليه مثلا في حدود سانتي أو سانتي وشوي طيب الورام ده وهو أصغر من سانتي إزاي نكتشفه؟ ما فيش إلا طريقة اللي بيستخدمها اللي اسمها المامو جرام المامو جرام ده أكثر دقة حتى من الكشف باليد في اكتشاف الأورام الصغيرة جدا 2 ملي 3 ملي ودي اللي علاجها بيدي أفضل النتائج بالنسبة للسيلات يبقى عشان الفحص المبكر يبقى كافي لابد معاه نعمل المامو جرام وفيه أشعات أكثر أكثر موجودة لكن من أدقها المامو جرام فيه فحص بمجات صوتية فيه فحص بالرانين المغناطيسي لكن احنا دايما بنقول المامو جرام هو الأساس في الفحص المبكر واكتشاف أمراض الثدي مبكرة الجمعية الأمريكية لأمراض السرطان بتنصح أن السيدات فوق 40 سنة لازم يعملوا فحص سنوي على الأقل للمامو جرام عشان يكتشفوا إذا كان فيه أورام ولا لأ وطبعا هذه النسبة بتبقى أكثر أهمية في السيدات اللي عندها تاريخ يتعم وسائل الخطورة اللي احنا تكلمنا عليها بنقول بقى لو احنا اكتشفنا هذا الورام ايه اللي ممكن نعمله؟ بنقول إن اكتشاف أورام الثدي مبكرا يتيح للسيدة أنها تستمتع بميزات الجراحة الحديثة كنا زمان لما نكتشف أورام بنتطر للأسف إن احنا نستقصل كافة الثدي والغدد اللي مفاولة اللي موجودة في الأبط لكن العمي بيتقدم والاكتشاف المبكر بيخلينا نكتشف الأورام وهي أصغر حجما لما نكتشف الأورام وهي أصغر حجما بنقدر نعمل استقصال جزئي للثدي يعني استقصال جزئي؟ يعني بنشيل الورم وجزء من الثدي حواليه زي مساحة أمان ونترك باية الثدي طبعا ده أفضل كثيرا للسيدة مدى ما تفقد الثدي كله وفي المقابل حصل تطور خلاق في استخدام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وعشان كده ممكن بعد هذا الاستقصال الجزئي للورم أن احنا ندي المريضة علاج كيماوي أو علاج إشعاعي أو علاج هرموني ويدي نفس النتيجة اللي كان بيديها الاستقصال الجذري للثدي اللي كنا بنعمله من سنوات عديدة رسالتي في هذه القصة إيه؟ أول شيء حاول تقلل وسائل الخطورة اللي احنا تكلمنا عليها نمر اتنين اعمل فحص مبكر للثدي يا إما فحص ذاتي يا إما عند طبيب الجراحة أو طبيب العلاء الأسرة واعمل ما مجرام لو كان سنك أكتر من 40 سنة ولو في حاجة ما تحاولش تتجالها اذهب للطبيب بأسرع وقت العلاج المبكر نتيجة أفضل وشكل أفضل وبالسلامة إن شاء الله اشتركوا في القناة